على الرغم من الأرقام الرسمية التي تؤكد انخفاض معدلات الجريمة في الأردن إلا أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية يستدعي الوقوف عندها نتابع لا تغرنك هذه المشاهد الجميلة فصحيح أن جمالها يحمل في طياطه ماضيا جميلا إلا أن واقعها أليم ومستقبلها ضبابي فالفقر والعوز وانتشار السلاح والجريمة التي بتنا لا يمر يوم علينا إلا ونسمع بجريمة تجعل من سابقتها هينا بسيطة الجهات المختصة تؤكد أن ما يحدث في الأردن ضمن المعدل الطبيعي ويحصل في كافة أنحاء العالم الحوادث التي تحصل هي تحصل في كل دول العالم ولدينا أيضا تحصل دائما ما نتغنى بالماضي حين كانت الناس تخاف على بعضها وتحسب حساب أي شيء يمكن أن يمس تماسكها وإذا وقع جريمة يتم التعامل معها وفق العادات والتقاليد وفوقها القانون توفر السلاح بأيدي المجتمع المحلي بالسنوات الماضية أو بالسنين كان أكثر من اليوم ماضي يعني يوم قليلين بقتنوا السلاح ولكن ما كنا نسمع يعني زي ما نسمع بالوقت العاضر الجرائم كانت أول يعني كان فيه روابط بين الناس أول شيء أكثر من هالساعة يعني الروابط اللي كانت كانت تمنع الجريمة هاي واحدة كان فيه أمن عند الناس كل واحد يحفظ خط الرجعة الثاني يعني يمنعه إذا فيه جريمة يمنعها الجريمة في الوقت الماضي يعني كانت لأمرين لأكثر لها عبارة عن أخذ الثأر وقضايا العرض والشرف فكنا نسمع فيها لأن المجتمعات كانت قريبة من بعضها لبعض ما فيش تجمعات سكانية بعيدة يعني الناس كانت قريبة من بعض فكنا نسمع فيها وهي لتعدى هذين الأمرين كانت الجرام سابقا كان فيه سلاح وكان فيه شعب بس كانت الجريمة لما تحدث كانت تحدث عن عرض عن ثأر هاي الجرام وكنا نسمع فيها ممكن نسمع فيها مش بنفس اليوم أو بنفس الوقت كنا نسمع فيها لاحقا جيل اليوم والذي يتحمل تبعات التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يحمل بداخله هموما وأفكارا تختلف بشكل كبير عن ما عاصره الآباء والأجداد قلت الحال ما فيش شغل يعني أنا بحكي لك عن نفسي معاي قال الله بصالي سينة بيبدون شغل وعارضوا بعمان على البيع ما في بيع ما فيش مصاري الناس ما محا مصاري لذلك صارت تقل بعضها البعض اللي بده من واحد ألف ليره صارت تقل سبب الضغط للناس فيه سبب الضغط بشكل طيال البطالة وأحبب كون مضغوط من الشغل في الشغل في البلد فتبقى إياه الحال راح يصير عن مشاكل مع الناس إحصائيات رسمية ومشاهدات يومية تضع المواطن الأردني في منطقة رمادية لا يدري هل يثق بالأرقام أم بما يشاهده بأم عينه وأصبح لا يعبأ بما يقال بقدر ما يهمه أن يتم إصلاح الحال من أصله فهل هذا أصبح أحلاما وردية لا يمكن تحقيقها إلا بالمدينة الفاضلة أم أن ما يحدث فعلا طبيعيا ولا يجب تطخيمه وتحويله إلى ظاهرة